استجابتنا بره تبقى عاملة ازاي وامتى نشد وامتى نرخي مع الاطفال اسئلة كتير جدا هنتكلم فيها مع الدكتور سام حسن خصائي النفسي وتعديل السلوك اللي من وراء النهارة في السلوك اهلا بحضرتك اهلا بك نعمل ايه مع الاطفال وخصوصا في ما تعلق يعني تربية الاطفال في حاجات معاينة كتير فيها وخصوصا القصة دي ازاي خلي ولادي يسمعوا الكلام وايه الحاجات اللي ممكن يعني يكونوا متجاوبين فيها مع النصائف اوكي خلينا نبدأ من وقت ما احنا كنا قابل الهوى وانا بتكلم في نقطة ان انا على حسب ما بعود ابني وحسب ما بربي اللي اعتياد في المرحلة اللي هي بتاعت اول سنتين بيطلب من الطفل ان انا هلتزم باللي انا تعودت عليه فبيقابل مني بعد كده رفض لي لان هي انا بفتكر بقى خلاص ان هي مرحلة وخلصت فوقت الدلعة خلص يلا بقى نبدأ في الجد وهو ما عندهوش كده يعني النقلة بتاعت من الهزار للجد دي انا متعود على الشيء وفجأة عايز اغيره فانا بسميه دايما العناد المحمود العناد اللي انا اصلا ربته في الطفل زي ما يكون ايلاله على حاجات مباحة ومسموح لها وفجأة الظروف عندي انا منعتها يعني انا منعمل للتلفزيون مثلا ولياكم بس انا عندي ضيف بقولك يخش قلتك روح تفرجع التلفزيون لا انتي ايلالتلفزيون لا لا تفضل روح بس دلوقتي بيفضل مصر على لا علشان هو متعود على نمط حياة انتي عاودت علي اوكي وبعد كده هو بالنسبة لي انا بيسبب لي مشكلة انت بتسمعش الكلام لانت تسمع الكلام والحاجة اللي اقولك عليها هي تسمع الكلام الاعتياد على الاخطاء التربوية اللي انا وقعت فيها في اول سنتين من عمر الطفل هي اللي بجنيها بعد كده فبالتالي هي بتبقى المشكلة عندي مش المشكلة عندي ابني مع اصرار اللي انا عايز افرد بقى شخصيتي عليه وانت لازم تسمع الكلام عشان كده دي قلة ادب بقسر حاجات كتير وبقسرها في شخصيتي ابني فبشتكي منه ان انا بقى فيه سلوكيات زي العصبية زي التمرد زي العينيات زي ما احنا ذكرنا الكتب عشان يتفادى العقاب اللي انا طول الوقت بلازمه به ان هو ممكن لقيه مش وصق في نفسه وشخصيته مهزوز ناتيجة اللوم والانتقاط بشكل متكرر فحاجات كتيرة قوي بتبدأ ان هي تتكسر شيئا فشيئ في نفسية ابني واكياه ارجع اقول ايه اللي حصل في ابني و ايه اللي جاره